بين بغداد والكويت تاريخ وروابط تسبق الحدود والمياه المشتركة بين البلدين الكاظمي يختم الزيارة نحو جار الجنوب محملا بملفات تحمل طابعا اقتصاديا ومنها إنشاء منطقة صناعية وتجارية بين البلدين وتطوير الشراكة الاقتصادية مع واحدة من أغنى دول الخليج أما فتح بواب الاستثمار مع الشركات الخاصة والعامة يصطدم بأرض العراق الاستثمارية التي لازالت جرداء أمام المستثمرين مع وجود صعوبات لدخول رجال الأعمال العراقيين إلى الكويت ومد مزيد من أواصر التعاون بين الشركات أما الملفات العالقة فهي الأكثر أهمية خصوصا بعد تشكيل لجنة عليا لحل المشاكل المالية والسياسية وملف التعويضات الأهم الذي لا يزال يحمل العراق تبعات ثقيلة منذ عام 1991 بتخصيص 5% من عائدات النفط السنوية لهذه التعويضات سياسيا ترسم العلاقة مع الكويت خارطة جديدة بعد 2003 تتضح معالمها مع تبادل زيارات بين البلدين يأتي ذلك في حديث المسؤولين عن ترسيخ حدود السيادة واحترام دول جوار وعدم التدخل في شؤون بعضهم خفايا أخرى يرى مراقبون أن زيارة تأتي في إطار دعم الكويت للانتخابات العراقية ومحاولة إقناع الكتل المسحبة وأبرزها التيار الصدري للعدول على الانسحاب نتيجة العلاقات الواسعة مع تلك الأحزاب تأتي زيارة الكاظم إلى الكويت قبل عقد قمة دول الجوار في بغداد فيما يبدو أن العراق يحاول بناء جسور متينة مع تلك الدول خصوصا بعد زيارات متوالية إلى البلدان الأقليمية جميعها لتأتي رحلة الكويت وعلى متنها كسر الحواجز النفسية بين بغداد وبين دولة صغيرة بالحجم كبيرة بالمال والسياسة من بغداد علي أسد الرشيد ترجمة نانسي قنقر